موسيقى النشرة الاقتصادية نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم والبداية بأبرز عنوينها بعد عشر سنوات من الغياب سونطراك الجزائرية تعود رسميا إلى ليبيا محادثات لاستحداث شركات فرعية واستثمارات جديدة في الأفق موسيقى أسعار النفط تتجه لتسجيل أولى الخسائر الأسبوعية منذ منتصف ديسمبر الماضي ووكيلة الطاقة الدولية تتوقع تجاوز طلب 100 مليون برميل يوميا موسيقى في مواجهة مبادرة الطريق والحزام الصينية الاتحاد الأوروبي يضخ 170 مليار دولار في إفريقيا ضمن مبادرة البوابة العالمية موسيقى وفي رفورتاج النشرة تتابعون المنتجات الجزائرية تغزو السوق الكاميرونية التمور في الصدارة بعشرة دولارات للكيلوغرام الواحد موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل في المستهل أعلنت سونتراك الجزائرية رسميا عودتها إلى النشاط والعمل في ليبيا بعدما يقارب العشر سنوات من وقف نشاطها بفعل الأوضاع الأمنية المتدهورة والتوترات السياسية هناك وأبدت المجموعة الجزائرية العملاقة سعدادها لإنشاء شركات فرعية مختلطة في البحث والتنقيب وأشغال الأبار وعمليات تأهيل وصيانة المنشآت بعد عشر سنوات من الغياب سونتراك الجزائرية تعود رسميا لليبيا لتستأنفى أنشطتها المتعددة القطاعات والبداية بإعادة إطلاق مشاريع الشراكة في مجال قطاع النفط والغاز واستكمال التزاماتها التعاقدية والشروع في تطوير الحقول المكتشفة وهذه الفرصة التي أتحها لنا لنجدد مرة أخرى تمسكنا بعقودنا التي من خلالها نبحث على استكمال التزاماتنا التعاقدية وكذلك بحث سبل تطوير الحقول المكتشفة في القريب العاجل إذن هدفنا الأول هو تحذير وكذلك بناء الخطوات الأولى لرجوع سونتراك إلى ليبيا لاستمرار في عمليتها الاستكشفية وقصد تأطير العودة المرتقبة للمجموعة الطاقوية الجزائرية تم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع الطرف الليبي تتضمن اتفاقا لتعزيز التعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج والخدمات الشبه النفطية وإنجاز المشاريع النفطية والخدمات والتكوين والتدريب نحن إن شاء الله متفاعلين خير بعودة شركة سونتراك وتم مناقشة سبل تطوير هذه العلاقات ووضع الحقول على الإنتاج إن شاء الله بسرعة الممكنة خاصة في ظل وجود مؤملات كبيرة في منطقة الحمادة تحديدا ومنطقة عمليات شركة سونتراك في ظل طلب العالم المتزايد على الطاقة وخاصة الطاقة الغاز تحديدا بإمكان الدولتين لعب دور مهم جدا لاستقرار الطاقة وخاصة الغاز منها وتصدير إلى أوروبا بإذن الله تعالى تم مناقشة كثير من هذه الأمور وأيضا المساهمة الشركات الجزائرية بديها الخبرة الكافية خاصة شركات الإنشاءات وشركات الصيانة في تنفيذ مشترع الأبك بصفة عامة في حوض غدامس وحوض مرزق باعتبارها متاخم الحدود الليبية الجزائرية وهذه المنطقة بفضل الله سبحانه وتعالى تلعب الأمن عودة صناطراك للنشاط في أكبر احتياطي نفطي وغازي في إفريقيا سيتدعم برغبة المجموعة الجزائرية لتوسيع استثماراتها في ليبيا نحو إنشاء شركات فرعية مختلطة في البحث والتنقيب نحن نعمل سويا من أجل تعزيز العلاقات الموجودة بين الشركتين وهذا خدمة لمصالح الشركتين خدمة للاقتصاد البلدين وإن شاء الله يكون مستقبل ظاهر لهذه العلاقات حتى نساهم في رجوع قدرات الإنتاجية ليبيا إلى مستواها المحهود ونتمنى أن يكون هذا الرجوع في قريب العاجل خاصة أنه الطلب العالمي على البترول والغاز الطبيعي في أوجه اليوم ويسمح الاتفاق الجديد لسونطراك باستكمال التزاماتها التعاقدية في منطقتين بحوظ غدامس ووضع رؤية مستقبلية لإعداد خطط لتطوير الحقول المكتشفة في المنطقتين إلى جانبي تفعيل اتفاق سابق كان قد وقع بين الطرفين في الخامس عشر جنفيي الفين وثمانية عشر تقوم بموجبه سونطراك بتسيير حقول النفط الليبية الواقعة قرب الحدود بين البلدين وإجراء دراسة تقنية تخص الحقلين الحدوديين الرار والوفاء في منطقة غدامس ارتفعت العقود الآجلة لخام برانت القياسي العالمي تسليم أفريل المقبل بأكثر من دولار لتصل إلى 92 دولار للبرميل في حين سعدت عقود خامي نايمكس الأمريكي تسليمات مارس المقبل بـ 1.5% لتصل إلى 91.35 دولار للبرميل وتتجه أسعار الأسعار إلى أول خفاض أسبوعي لها بعد تحقيق مكاسب في سبعة أسابيع متتالية على الرغم من ارتفاع أسعار الخامين في وقت سابق إلى أعلى مستوى لهما في سبع سنوات في موضوع آخر توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يزيد طلب العالمي على النفط بمقدار ثلاثة ملايين ومائة ألف برميل يومياً ليتجاوز حاجز المائة مليون برميل يومياً خلال سنة الجارية الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها أوردت في تقريرها شهري الجمعة أن الطاقة الفائضة الفعلية لتحالف أوبك بلاس قد تنخفض إلى مليوني ونصف مليون برميل يومياً من خمسة ملايين برميل يومياً بحلول نهاية السنة الجارية وألفت إلى أن المخزونات النفطية البالغة مليارين وستمائة وثمانين مليون برميل تراجعت بثلاثمائة وخمسة وخمسين مليون قبل عام لتسجل أدنى مستوياتها في سبع سنوات حذرت توكلة الطاقة الدولية من حدوث مزيد من التقلبات والضغط التصعدي على أسعار طاقة بالفعل ما أسمته فشل زيادة المعروض النفطي من جانب تحالف أوبك بلاس الوكالة التي تمثل مصالح البلدان المستهلكة رأت أن استمرار الفجوة بين إنتاج أوبك بلاس والمستويات المرتفعة في الطلب المحتمل ستؤدي إلى حدوث مزيد من التقلبات والضغط التصعدي على الأسعار بتداعيات اقتصادية واسعة النطاق في حال إقدام المنتجين في الشرق الأوسط على عدم تعويض العجز في الإمدادات بموضوع آخر قفص صافي دخل عملاق الطاقة الروسي روسنفط إلى مستوى قياسي بلغ 11.7 مليارات دولار العام الماضي ورغم أن معدل أرباح روسنفط جاء مرضياً فإنه كان أقل من توقعات المحللين التي رجحت تحقيقه 13 مليار دولار ومع ذلك ما زالت أسهمه تتفوق على سوق الأسهم الروسية الأوسع التي تعاني مخاوف جو سياسية كبيرة أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص أكثر من 150 مليار يورو للإستثمارات في إفريقيا في إطار صندوق عالمي تم تجشينه لتوفير باديل للأموال الصينية الخطة الإقليمية التي كشفت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين في مؤتمر صحفي في ذكار مع رئيس سينغال ماكيسال تندرج ضمن مبادرة البوابة العالمية الأوروبية بقيمة 300 مليار يورو في مواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية الاتحاد الأوروبي يطلق فعلياً خطة البوابة العالمية بالإعلان عن أول خطة إقليمية تحت مظلة المبادرة الأوروبية من العاصمة السينغالية داكار مرحلة أولى يستهدف التكتل الأوروبي عبرها ضخ ما لا يقل عن 170 مليار دولار كاستثمارات في القارة الصمراء اليومنا فخورة بالإعلان عن أكثر من 150 مليار يورو في إطار برنامج أفريقيا أوروبا أول خطة إقليمية تحت مظلة البوابة العالمية بعد شهرين عن اطلاق الاستراتيجية ستكون بقيادة المجموعة الأوروبية وستجسد بشراكة إفريقية ويستحوض الاستثمار على نصف خطة الاتحاد الأوروبية التي تشمل 300 مليار يورو مستهدفة تعزيز سلاسل التوريد الأوروبية ومحاربة تغير المناخ في قطاعات من بينها الصحة والطاقة والمواصلات البوابة العالمية عبارة عن استثمارات ضخمة في البنى التحتية والبنى التحتية الاستراتيجية وكذا في البنى التحتية الصناعية إلى جانب الشباب والصحة والتربية وهذا مهم جدا يرجح مراقبون أن المفوضية الأوروبية دفعت بهذه الخطة ردا على مبادرة الحزام والطريق الصينية بقيمة تصل إلى تريليون دولار لإقامة طرق وجسور وخطوط أنابيب وموانئ حول العالم وربطها بالسوق الصينية غير أن الإدارة الأمريكية ترى فيها محاولة صينية للإيقاع بالدول النامية فيما تسميه واشنطن بفخ الديون اعترف رئيس الوزراء اللبناني نجيد ميقاتي بصعوبات في الانفاق على خطة التعافي المالي المهمة لإخراج لبنان من الانهيار القصادي ميقاتي وخلال ندوة صحفية عقدها عقب موافقة مجلس الوزراء اللبناني على موازنة الدولة للعام الجاري وصف الصعوبات التي تعترض التوصل لخطة التعافي المالي بالعملية الانتحارية ونحن بعد عندنا مسار كتير طويل يا أخوان عندنا خطة التعافي الاقتصادي عندنا التعافي الاقتصادي ما يسمى الأساس للمناقشة مع صندوق النقد الدولي هيدا بده يكون عندنا ورشة كتير كبيرة بعد ما خلصنا الموازنة هي منصبة على خطة التعافي الاقتصادي بعد التعافي الاقتصادي عندنا كمين مرحلة تانية هي المباحسات أو المناقشة مع حملت السندات اليورو بونز لحتى نقدر نعمل التسوي معهم وبعدين عندنا إعادة هيكلة المصارف بشكل عام تعتزم الخطوط التونسية تسريح نحو ألف عامل خلال عامين أو ثلاثة سنوات في خطة شروع شرع في تنفيذها السنة الجارية وقال الرئيس التنفيذي للخطوط التونسية خالد الشلي خلال استقباله طائرة أيرباس ثلاثمائة وعشرين الجديدة إن خطط إعادة الهيكل من شأنها تخفيف الصعوبات المالية في شركة الطيران المملكة للدولة مع بعض الخسائر المتتالية التي مني بها النقل الجوي العمومي منذ ألفين وأحد عشر أغلقت وولدستريت على انخفاض حادن الخميس بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لعلى من المتوقع وأنهى المؤشر دوجونس الصناعي للتعاملات على انخفاض بنسبة 1.47% فيما تراجع المؤشر ستوندر أندربروز 500 بنسبة 1.81% وعلى ذلك نحو تراجع المؤشر نصدعك بنسبة 2.10% إن كمشى الاقتصاد البريطاني بأقل من التوقعات في ديسمبر الماضي بفعل التفشي الواسع لسلالة أوميكرونا المتحورة من كوفي 19 وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بستة أعشر مئوية خلال الشهر الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وكان اقتصاديون قد توقعوا تراجعا بنسبة ستة أعشر مئوية للناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري وزيادته بستة فاصلة ثلاثة في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق تعجوا المحلات وكبرى المراكز التجارية في العاصمة الكاميرونية يواندي بالمنتجات والسلع الجزائرية والتي وجدت مكانا لها في السوق الكاميرونية وتتصدر التمور مشهد الحضور الاقتصادي الجزائري في هذا البلد الافريقي بأسعار تصل إلى عشرة دولارات للكيلوغرام الواحد روبرتاج للعائد من يواندي عاصمة الكاميرونية فيسال صالح غير بعيد عن قصر الحكومة وسط العاصمة يواندي التمور الجزائرية تستحوذ على حيز واسع هنا وسط الرفوف بهذا المركز التجاري هنا تعرض دقلة نور الشهيرة عالميا بسعر لا يقل عن عشرة دولارات للكيلوغرام الواحد التمور معروفة منذ بعثة النبي محمد قيمتها الغذائية مرتفعة للغاية والتمور الجزائرية معروفة بجودتها أن أبحث عن اقتنائها دائما ثمن مرتفع لم يكن حاجزاً أمام التمور الجزائرية لأن يكون لها رواجاً واسعاً وسط الكاميرونيين خاصة مع اقتراب شهر رمضان إذ يزداد الإقبال عليها بالنظر لجودتها وقيمتها الغذائية العالية من التمور إلى الشوكولاتة والحلويات تعج المحلات والمراكز التجارية الكبرى في العاصمة يواندي بالمنتجات الجزائرية التي تزاحم كبرى علامات الصناعة الغذائية في الكاميرون هنا منتجات تحت وسم صنع في الجزائر في كل مكان فلا غرب أن تجد بين هذه الرفوف سلعاً قادمة من ولايات بومرداس وهران أو بيجايا المتجات الجزائرية ذائعة الصيط بجودتها هنا في الكاميرون أطعمة جزائرية تزحم المأكولة الإفريقية في مؤشر على فرص أخرى لا تزال متاحة أمام الشركة الجزائرية لتوسيع حضورها في أسواق غرب ووسط إفريقيا في سوق مفتوحة أمام منافسة دولية متصاعدة ومتعددة الجنسية تضع الشركة الجزائرية قدماً لها في السوق الكاميرونية مدشنة لعهد جديد أمام الشركة الجزائرية في سوق استهلاكية تعادل ثلاثة آلاف مليار دولار سنوياً قبل الختام هذا تذكير بأبرز عنوين هذه النشرة بعد عشر سنوات من الغياب سونطراك الجزائرية تعود رسمياً إلى ليبيا محادثات لاستحداث شركات فرعية واستثمارات جديدة في الأفق أسعار النفط تتجه لتسجيل أولى الخسائر الأسبوعية منذ منتصف ديسمبر الماضي ووكالة الطاقة الدولية تتوقع تجاوز طلب 100 مليون برميل يومياً موسيقى في مواجهة مبادرة الطريق والحزام الصينية الاتحاد الأوروبي يضخ 170 مليار دولار في أفريقيا ذبن مبادرة البوابة العالمية موسيقى وفي روبرتاج النشرة تابعتم المنتجات الجزائرية تغزو السوق الكاميرونية التمور في الصدارة بعشرة دولارات للكيلوغرام الواحد موسيقى إلى اللقاء موسيقى موسيقى